ورجعنا لكم تاني يوريسا مكمليه معكم في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى وقبل الفاصل قلت لحضرتك صديق العائلة بقى صديق العائلة تلفزيون احنا قول لان احنا محددين وقت نوم اه وحنحاول نقلص بقى ايه الاكتيفتيت اللي قبلية بس السن الصغير اللي هو اربع سنين خمس سنين ده انا ببقى مقالل لك التلفزيون عشان ما هيباروش علينا لما ينبقى في اجازة بقى والتلفزيون افليبل هيختاروا عن اي اكتيفتي تانية وممكن يقعد يتفرج كتير جدا اقنن الموضوع ازاي بصي التلفزيون تحديدا في السن الكبير مفيش خطر لان السن الكبير مش هيبقى فارق مع قوي التلفزيون على فكرة لانه هيبقى عنده اولترنتفز او عنده بدائل انما هي المشكلة بتبقى على السن الصغير فهنا في السن الصغير لازم نبقى مقتنعين ان الطفل مش قادر يشاركنا في حاجات كتيرة من اللي اخواته الكبار بيعملوها او اللي احنا قادرين نعملها فهي تسليته الوحيدة هي التلفزيون او انه هيقعد معانا واحيانا ان احنا نقعد نتفرج معي با احنا دورنا هنا مبدئيا ان احنا نفتح المجال شوية المسموح بالفرجة يعني مفيش مانع ان احنا نتفرج لكن نعمل ايه بقى نتابع المحتوى نتابع المحتوى ولما نيجي نتفرج على حاجة احنا مثلا قعدنا مع الطفل وتفرج على فيلم كرتون مدته ساعة ونص مثلا او ساعتين مثلا او على مجموعة حاجات كرتون معينة بص انت في الساعة كأم او كأب ها وبتدي بصي في الساعة حسيتي انه وقعت بقى له ساعة ونص اخترعي نشاط ما مدته نص ساعة او ساعة برا التلفزيون هيجي يقولك عايز تفرج ولله ما احنا هنتفرج بس تعالى بس نجهز ساعدني في الترابيزة مش عارف في العاملة زي او نطلع اللبس اللي هنلبسه بالليلو احنا خارجيه افصليه عن حالة الفرجة اقول له يلا يلا هنرجع تاني ارجعي تاني الفرجة بس اعملي فواصل الفواصل دي لها فايدتين الفايدة الاولانية انها بتمنع التأثير المباشر نتيجة طول المشاهدة او الاسار السلبية نتيجة طول المشاهدة ان الطفل مثلا يعود كتير فجسمه يبقعد بشكل معووج او الكلام ده كله او ان الاشياء لطلع من تلفزيون او كده الهدف التاني او الفايدة التانية انها بتمرن الطفل لا اراديا او لا شعوريا على فكرة التوقف يعني فبالتالي لما بتيجي بعد ما الاجازة تخلص وتقول له يلا هنتفرق هنقفلنا دلوقتي عشان هنبتدي نلم اللعب او هننام فهيبقى هو اعتادة على هذا لان ده الطبيعي بتاعه انت كنت بتعملي كده قبل ما يروحه المصيف يبقى انت هنا زودتي مرات الفرجة لكن عملتي الفواصل اللي خلتيها وكأنها مرات منفردة مش متصلة ببعض المشكلة التانية اللي بتواجهنا الموبايلات بقيت لقي حضرتك السن اللي هو من سبع سنين وانت طالع قاعدين على البسين ما بينزلوش البسين ولا بينزلو البحر ومسكين على صور الموبايلات بيلعبوه طب اللي هو احنا صفرناك عشان تعملوا كده فهل دي غلطتهم ولا غلطة الاهلي انها راضية ان الموبايل يتاخد على البحر برفو عليك كنت لسه هقولك انه الموبايلات اصلا في البحر احنا دلوقتي طالعين نتبسط احنا طالعين نعمل حاجة الموبايلات دي بتتاخد وبتقفل عليها في شنطة ولا في حاجة ممنوع الموبايلات عشان حتى الموبايلات ما تبصش من المياه ممنوع مش عارف ايه بتخترعونتوا مبدأ كده واتطبقوه وتبدروا بانفسكم انتوا ككبار يعني تلاقي الاب كده يقولك خدي موبايل يا فاطمة تيجي انت تقولي لي وانا موبايل اقو يلا هات موبايلك يا سين خلاص فبيحس ان في حالة من العدالة اتجاه عام نقوم ايه بقى خلاص هو ما عندوش حال انما اغلب اللي بيعمله كده بتكون الام قاعدة مسكة الموبايل وبيكون الاب بعد مسكة الموبايل مش عايزة تبص على الام اصلا في البسين فخليه قاعد معه اقمن او حاجة زي كده انما هو طبعا غلط لانه الموبايل بقى عكس التلفزيون التلفزيون شاشة اكبر خلاص قاعدة ممكن انت تبقي منتبه انه قاعد صح ولا قاعد غلط خلي بالك او من النقطة دي انما في الموبايل ممكن يباعد معه قاعد رجليه فوق بطنه قاعد مش عارفه ولا هتحسي بحاجة وقاعد في نفس الوقت مركز بالعكس بقى ده الموبايل واخده في عالم تاني خالص فانتي بتعملي قاعدة وبتطبقيها على الكبار قبل الصغارين هتلاقي الصغارين يمشوا معك خليني نطلع فاصل وبعد الفاصل نتكلم في اللينك الجاي عن العقاب والمصيف وبنتحط جده بفخ قوي هحكي لدكتور محمد عليه بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع تاني رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اثنين تونتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج بتاعتنا راديو تسعين تسعين على الفيسبوك اشتركوا في القناة